المشاورات داخل مجلس شورى حركة النهضة لم تفضي إلى التوافق حول اسم تدعمه الحركة في رئاسيات 2019 أو حتى حول عما إذا كان المرشح من داخل الحركة أو من خارجها فالانقسام مزال متواصلا بين رأي المكتب التنفيذي الذي يدعم مرشحا توفقيا غير نهضوي وبين رأي جزء من أعضاء مجلس الشورى الذي يدعم ترشيح شخصية نهضوية كعبد الفتاح مورو أو علي العريل قررنا باش نجتمع إن شاء الله يوم الثلاثاء باش نواصل هذا الحوار ونتخذ القرار وهذا باش زيد يوفر فرصة لمتابعة الساحة السياسية ومتابعة الترشحات التي قاعدة تتقدم اتباعا للرئاسية وهذا باش يوفر زيد فرصة للحركة لمزيد إجراء الاتصادات والمشاورات النهضة برر التأجيل الأعلان عن اسم مرشحها بإجراء مزيد من التشاور وأيضا من أجل اتضاح الساحة السياسية وانتظار حسم بعض الشخصيات في أمر ترشحها من عدمه فرئيس الحكومة يوسف الشاهد حليف النهضة لم يحسم أمره بعد بخصوص الترشح ولذلك ترجح بعض التوقعات تأجيلا جديدا لموقف النهضة إلى موعد انطلاق الحملة الانتخابية إذا لم ترشح شخصية محسوبة على النهضة أو التيار التغيير أو الإسلاح أو حلفائه والترويك السابقة مثل مصر بن جعفر أو فتاح مورو أو حمد جبالي أو شخصية أخرى تترك هذه الورقة للتفاوض إلى أيام الحملة الانتخابية إلى مرحلة انسحاب عدد كبير من المرشحين أراء أخرى تتوقع أن لا ترضخ قواعد النهضة إلى قرار مجلس الشورى حيث ستشهد الرئاسيات ترشح شخصيات تعاول على الخزان الانتخابي للنهضة كالقيادي السابق حمد جبالي والمرشح قيس سعيد بعد أعلانها الحياد في انتخابات 2014 الرئاسية ستدعم حركة النهضة هذه المرة مرشحا للرئاسة تشير الترجحات إلى أنه سيكون من خارجها مرشح سترتفع حضوضه بالفوز نتيجة الخزان الانتخابي الوازن للحركة مراد الدالانسي تونس الميادين